تحت شعار السينما قاطرة أحلام انطلقت الدورة العشرة للمهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في شرق المملكة المغربية واللي بيمتد من 19 حتى 23 نوفمبر 2021 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة 18 فيلم تفاصيل أكتر بنعرفها من خلال الأستاذ خالد سلي مدير مهرجان الفيلم المغاربي معنا على الهواء مباشرة أهلا بك أستاذ خالد وصباح الخير مرحبا بالإخوة على MBC أهلا وسهلا بحضرتك لقاءنا يمكن بيتجدد مع كل دورة وأكيد المهرجان السنة عبر المنصات الإلكترونية الحقيقة بسبب تدعيات جائحة الكورونا وحضور طبعا مع اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية لازمة منع لحصول أي عدوى أعرف من حضرتك شكل وطبيعة هذا المهرجان في هذا العام وماذا الاستعدادات اللي حضرتكم قمت بيها لمنع انتشار فيروس كورونا هذه السنة كانت سنة واصلنا فيها تنظيم الدورة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي الدورة نظمت على وسائل التواصل الاجتماعي ونحن مضطرين لأن دائما مهرجان يجب أن تكون فيه حميبية وأن يكون لقاءات واستضافة ضيوف وسجاد أحمر ولكن قررنا أن نقيمه مرة أخرى افتراضيا لأسباب إعلامها الجانية حقا هناك انفراج كبير على مستوى حالة كورونا ولكن تحضير المهرجان كان يتطلب سانة على الأقل وهو لم يكن متاحا أمام هذا التردد والصعود والهبوط في الأرقان ولكن الآن نحن مستقرين أننا إن شاء الله سنقيم الدورة الحديع عشر في إن شاء الله يونيو المقبل وستكون فيها مفاجآت وسنحاول تعويض كل هذه التأخيرات التي وقعت الدورة الافتراضية هي في الحقيقة ليست كلها مساوئ بل فيها عدة محاسين فيها جمهور أوسع وجغرافية أوسع أيضا وهذا ربحنا طورنا وسائل المنصات التابعة للمهرجان البارد الإلكتروني الموقع الإلكتروني وكل المسائل التي تقص الأشياء الرقمية والآن نحن على استعداد للدورة المقبلة الدورة المقبلة إن شاء الله ستكون فيها مفاجأة سنوسع الرقعة الجغرافية على أساس أن هذه السنتين الأخيرتين وجهتنا صعوبات في إيجاد أفلام في مستوى الحادث ومستوى المهرجان لهذا هناك تفكير جديد في توسيع المسابقة لتشمل مصر الشقيقة ودول الشرق الأوسط وهذا تصريح حصري أعطيه للإم بي سي إذن مرحباً طيب معلش ممكن نعيد بقى المعلومة مرة تانية أساس خالد كده عشان ده حيكون عنوان حيؤخذ من حضرتك نعم السنة المقبلة ستكون توسيع الرقعة الجغرافية لمهرجان كما تعلمون أن هذه السنة والسنوات الماضية كنا نقتصر على الأفلام المغاربية السنة المقبلة ستتوسع الرقعة لتشمل مصر الشقيقة ودول الشرق الأوسط وهكذا سيكون تنور أكبر وانفتاح أكبر وهذا أصرح به لأول مرة بالنسبة لإم بي سي إذن ده خبر حصري بالنسبة لنا في صباحك مصري وده خلينا برضو نتساءل على شكل وطبيعة الأفلام المشاركة هل هناك من قواعد أو منطلقات على أساسها بيتم باختيار الأفلام اللي بتشارك؟ ليس هناك منطلقات محددة وليس هناك تيمات بحد ذاتها بل هناك للشراط أن يكون الفيلم مغاربي الآن يكون مغاربي والتقنيين من فرنسا حتى نرفع من مستوى الأفلام إذن دائما كنا نركز على الحضور المغاربي في الأفلام ولكن الآن نفكر في التوسع والحمد لله ولو هذه السنة هناك أفلام جميلة جدا وأفلام حازت على جوائز منها فيلم بابيشا من الجزائر هناك أفلام من تونس من أريبيا كذلك مشاركة محدودة إذن لاقتصار على البلدان الثلاثة يحدد مشاركة المشاركين في المهرجان لذا فكرنا في التوسع طيب هل أساس خالد إضافة عدد من البلدان بالنسبة لهذا المهرجان هل دائد ذانا بأنه يكون مهرجان إقليمي أو دولي في المستقبل القريب؟ نحن الآن دولي عندما يتحدث مجرد وجود سينما المصرية سيرفع مستوى المهرجان لأنه تعريب مصلة إليه السينما المصرية ونحن دائما ولو أنت ما كانت مريبية كنا كانت الأخوة من مصر أصدقاء ممتلين صحفيين دائما كان لنفتاح المصريين ولكن الآن لنفتاح على مصر والدول العالمية سيكون رسميا وحتى من خلال مشاركة الأفلام نعم دائما بنتكلم على أي مهرجان أو فعالية ثقافية أو أدبية بيكون دائما هناك تركيز على الويرش أو بيكون هناك تركيز على الندوات أو ما شبه ذلك عايزة أتكلم مع حضرتك على الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان على المستوى الثقافي والأدبي بعيدا حتى عن عرض الأفلام اللي بيكون ده القوام الأساسي لأي مهرجان سينماي أستاذ خالد طيب يبدو أن هناك انقطاع في الخط أو التواصل مع الأستاذ خالد سلي مدير مهرجان الفيلم المغربي طبعا أنا بشكره أكيد شكرا جزيلا هو الحقيقة الصنا النهاردة بخبر حصري بأن المهرجان هيتوسع خلال الفترة الجاية وهينضم ليه عدد من الدول الأبرزة مصر طبعا كإضافة بالنسبة لهذا المهرجان وفقا لمصرح به الأستاذ خالد اللي أنا طبعا أكيد بشكره شكرا جزيلا شكرا جزيلا